ببطء يسير تطبيع الحياة في حضر موت وكلما تقدمت مسيرة الاستقرار في هذه المدينة عادت الأحداث الأمنية التي عيدها إلى نقطة الخطورة التي تحدث عنها محافظ المحافظة في اجتماع مع القيادة المحلية مطلع الأسبوع خصص لمناقشة طرق مواجهة الأعمال الإرهابية مجتمعيا حدثتان منفصلتان شهدهما صباح المقلاء عادت إلى الأذهان سلسلة الهجمات المتلاحقة في المدينة والتي تتشابه في الأدوات المستخدمة حيث تمت جميعها عبر وسائل النقل وتستهدف تجمعات ونقاط عسكرية لكن أثرها يطال المدنيين ويضرب استقرار المدينة التي حققت تقدما ملحوظا إذا ما قرنت بمدن أخرى تجمعت فيها عوامل الانهيار السليم ورغم الحملات الأمنية التي عثرت على كميات كبيرة من المتفجيرات وأجهزة التحكم بها وتدمير مخازن مكتظة بالسلاح المكدس من قبل تنظيمات إرهابية إلا أن الأخطار لم تزل قائمة وأكبر مشاف المدينة ما زال يجمع الكثير من الضحايا القادمين من مناطق مختلفة في المحافظة والذين يصلون في حالات حرجة يصعب إنقاذها ففي الوقت الذي لم يغادر جميع مصابي الأحداث السابقة المشفى حتى حل جوارهم مصابون جدد يكبر معهم شرح المحافظة الأكثر هدوءا كما توصف موسيقى